موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي درست اليوم يونت 2 لسن 3 اليونت الثاني الدرس الثالث هل هي متشابهة موجودة بصفحة 26 من كتاب الطالب وتمارين موجودة بصفحة 24 من كتاب النشاط قبل ما أبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب لسمه الأستاذ طاعسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي بصفحة 26 من كتاب الطالب مكتوبة على صفحة هل هي متشابهة يقصد أنه ديقار بين العراق وإنجلترا هل هذين البلدين متشابهين بالدرس السابق تحدثنا عن العراق وعن إنجلترا وأخذنا بعض المعلومات عنهم خاصة بالكابتال سيتي إذا تذكرون العاصمة لانجوج اللغة وذر التقص إلى آخره اليوم رح يسوي لمقارنة بين إراك العراق وإنجلند إنجلترا هذه المقارنة تشمل الطقص في الصيف في الشتاء هذه كلمة جديدة يجب أن نحفظ معناها في العاصمة فهنا نسوي لمقارنة information file ملف معلومات مثل ما أخذنا بالدرس السابق هذه كلمة جدا مهمة ملف معلومات لكن شنو مقارنة إراك العراق بإنجلند إنجلترا فهنا نضطيني size of the country حجم البلد نضطيني خريطة العراق وخريطة إنجلند إنجلترا نلاحظ أنه من خلال الخريطة أن العراق أكبر من إنجلترا فإذا عدد أسوي مقارنة بين العراق وإنجلترا أقول إراك is bigger than England العراق أكبر من إنجلترا عرفنا بالدرس السابقة شونا نسوي مقارنة وبهذا الدرس رح نراجعها أكثر فهنانا إراك is bigger than England العراق أكبر من إنجلترا أو أقول England is smaller than Iraq إنجلترا أصغر من العراق أما ما يخص الطقص وذر الطقص سمر الطقص في الصيف بالنسبة للعراق الطقص في الصيف أو درجة الحرارة في الصيف 40 ديجري 40 درجة سليزية أما في إنجلترا 19 ديجري 19 درجة سليزية أما في الشتاء فبالعراق 24 درجة سليزية أما في إنجلترا 7 درجة سليزية population of the capital city التعداد السكان الخاص به العاصمة عاصمة العراق اللي هي بغداد يسكن فيها حوالي 7 مليون 7 مليون نسمة أما إنجلند إنجلترا 8 and half million حوالي 8 ملايين و 500 ألف نسمة هذا ما يخص هذه الصورة يطلب من أندي أني listen استمع and find the information استمع وجد المعلومات ما يحتاج نستمع المقطع الصوتي قرأنا المعلومات وعرفنا حجم العراق أكبر من حجم إنجلترا درجة الحرارة في الصيف في العراق أكثر من درجة الحرارة في الصيف في إنجلترا وبالشتاء درجة الحرارة في العراق كذلك أعلى أما ما يخص تلسكن الخاص بالعاصمة فعاصمة العراق اللي هي بغداد يسكنها 7 مليون أقل من عاصمة إنجلترا اللي هي لندن 8.5 مليون بعد ما طلعنا على ملف المعلومات هذا ننتقل للأسئلة المتعلقة بي يجب أن أفهم هذه المعلومات قبل ما أنتقل للأسئلة المتعلقة بي أسفلها مكتوب read and check اقرأ وضع صح على اليس إذا كانت الجملة صحيحة وضع صح على النو إذا كانت الجملة خاطئة إذن أقرأ الجملة أفهمها وأروح الملف في المعلومات تشوف هذه الجملة صحيحة إذا صحيحة أخلي صح على اليس وإذا خاطئة أخلي الصح على النو فنثلا نمبر وان أولا England is smaller than Iraq England هي إنجلترا إنجلترا is smaller small صغير smaller أصغر إنجلترا أصغر من العراق الإجابة yes no نرجع على ملف المعلومات نشوف أنه إنجلترا خارطة إنجلترا هي أصغر من خارطة العراق لذلك الإجابة صح لو خطأ الإجابة أكيد صح لذلك أوضع الصح على اليس نمبر 2 ثانيا summer in Iraq is hotter summer معناها الصيف الصيف in Iraq الصيف في العراق is hotter أكثر وحرارة hot حار hotter أكثر وحرارة كذلك نرجع على ملف المعلومات هذه درجة الحرارة الخاصة بالسمر بالصيف درجة الحرارة بالعراق بالصيف 40 درجة سليزية بينما في إنجلترا 19 درجة سليزية إذن العراق أكثر حرارة من إنجلترا في الصيف لذلك الإجابة صح لو خطأ الإجابة كيد صح لذلك أوضع الصح على اليس نمبر 3 ثالثا winter in England is hotter الشتاء في إنجلترا أكثر وحرارة نرجع إلى ملف المعلومات هذا الوينتر اللي هو الشتاء درجة الحرارة بالعراق في الشتاء 24 درجة سليزية أما في إنجلترا 7 إذن إنجلترا أبرد من العراق وليس أحر لذلك الإجابة صح لو خطأ هو قايا اللي أحر الإجابة أكيد خاطئ لذلك أوضع صح على النوم نمبر 4 رابعا the population of Baghdad is bigger التعداد السكاني قلنا population تعداد سكاني التعداد السكاني الخاص ببغداد أكبر أكبر مني من التعداد السكاني الخاص بعاصمة إنجلترا اللي هي لندن الإجابة صح للخطأ ذكرنا أن التعداد السكاني الخاص بالعاصمة بغداد هو 7 مليون بينما في لندن اللي هي عاصمة إنجلترا 8.5 مليون إذن التعداد السكاني أصغر بينما هنا دي يقول لي بيقى أكبر إذن الإجابة صح لخطأ الإجابة أكيد خاطئ هذا ما يخص ضمن الأسئلة هذه الأسئلة أسئلة شفوية مهمة داخل الصف الإستاذ يسألها يطلب من التلاميذ أن ينظرون إلى ملف المعلومات يحفظون المعلومات الخاصة بي بعدها يسدون الكتب ويسألهم هذه الأسئلة لذلك يجب على التلميذ أن يكون حافظ المعلومات المتعلقة بملف المعلومات هذا اللي هي المقارنة بين العراق وإنجلند أما النشاط الآخر استمع استمع وقل هذه القصيدة الغنائية إذن أدي قصيدة غنائية يطلب من عندنا أن نستمعها وأردد بعد المقطع الصوتي لذلك رح نستمع المقطع الصوتي نتبعويا ونحاول نرددويا وبعدها نعرف شين المطلوب حفظه من هذا النشاط خلن نستمع المقطع الصوتي وشي وبعدها نوضح المفردات الآن دعونا نستمع المفردات بعد ما استمعنا المقطع الصوتي ورددنا بعده نانا يريد أوضح لي البيج نامبرز اللي هي الأرقام الكبيرة بعد ما حفظنا الأرقام من الواحد للمئة اليوم يطلب من عندني أن أحفظ من المئة وحتى الألف 100 معناها 100 200 مئتان 300 ثلاثمائة 400 أربعمائة 500 خمسمائة 600 ستمائة 700 سبعمائة أكثر 800 من مئة 900 تسعمائة 10 هندرد هاي الكلمة خطأ يقول لك بعد لما نوصل للتسعمائة وراهاش يجينا شنو يجينا 1000 اللي هو الألف 1000 1000 يعيدها ألف ألف Now let's all have a go والآن دعونا جميعا ننطلق فهنا نريد أوضح لي أن المئة مئتان ثلاثمائة أربعمائة إلى آخره نفس العداد 1 2 3 أضيف له 100 100 100 200 300 400 500 إلى آخره وكذلك الآلاف 1000 2000 3000 إلى آخره إذن صارت العداد سهلة بعد ما عبرنا المئة صارت العداد سهلة بما أن حفظنا من الواحد للمئة بالدروس السابقة بهذا الدرس والدروس القادمة إلى أمر أسهل 100 200 إلى آخره فمجرد أحفظ كلمة 100 معناها 100 و1000 معناها ألف ننتقل للنشاط الآخر point and say the number أشر وقل الرقم هنا أبارة عن لعبة let's play فلنلعب الأستاذ يجيب هذه الدائرة مكتوب عليها أرقام يفر الدائرة التلميذي خليه أصبعه والرقم الذي توقف علي الدائرة يجب أن ينطقه فهنانا إذا وقف مثلا أصبعه وقف على هذا الرقم يسأل يقول له what is the number ما هو الرقم فالتلميذ لازم يجاوبه يقول له it's 300 أنه 300 يفرها مرة ثانية يوقف أصبعه على رقم وليكن هذا الرقم what is the number ما هو الرقم يقول له it's 600 أنه 600 هنا أنا يريد يختبرني حفظة الأرقام حفظة الأرقام الخاصة بالمئات والآلاف إلى آخره مجرد نشاط صفي على شكل لعبة يختبر قدرتي على حفظ الأرقام مع بعض المئة ننتقل إلى كتاب النشاط listen and read استمع وقرأ information file ملذ معلومات ببداية الدرس أخذنا ملذ معلومات مقارنة بين العراق وإنجلند أما هذا النشاط مقارنة بين العراق ورشا روسيا بالضبط مثل التمرين اللي أخذنا ببداية الدرس نطلع على ملف المعلومات نشوف درجة الحرارة التداد السكاني حجم البلد وبعدها نجاوب الأسئلة المتعلقة بملف المعلومات هذا على شكل yes و no فكذلك راح نقرأ ملف المعلومات ونوضحها وبعدها نحلل الأسئلة المتعلقة به size of the country حجم البلد العراق مقارنة بروسيا أصغر نلاحظ من العراق خارطة العراق أصغر إذن أقول هنا العراق أصغر من روسيا روسيا أكبر من العراق إذن عرفنا حجم البلد روسيا أكبر العراق أصغر وذر التقص الخاص به سمر الصيف 40 درجة مئوية العراق بينما روسيا 25 درجة مئوية ونتر الشتاء بالعراق 24 درجة مئوية بروسيا سالب 10 درجة مئوية يعني أقل الصفر تحت الصفر أما population of the capital city التعداد السكاني الخاص بالعاصمة فعاصمة العراق تعداد السكاني 7 مليون وعاصمة روسيا تعداد السكاني 12 مليون إذن التعداد السكاني الخاص بعاصمة روسيا أكبر من التعداد السكاني الخاص بعاصمة العرار بعد ما افتهمنا ملف المعلومات نحل السلة المتعلقة به هين يمكنك أن تساعد يوسف بحل واجبه البيتي فهين هذا يوضح لأن هذا واجب شخص اسم يوسف الواجب البيتي الخاص بيوسف تقدر الساعدة مجرد نحل على اساس ملف المعلومات بصح أو خطأ روسيا أصغر من العراق الإجابة إذا كانت فأخلي الصح هنا وإذا كانت خطأ فأخلي الصح على فروسيا أصغر من العراق نرجع لملف المعلومات ونشوف الإجابة الصح لو خطأ نلاحظ من خلال حجم البلد أن العراق أصغر بينما هنا يقول لي في روسيا أصغر من العراق إذن الإجابة صح لو خطأ الإجابة كيد خطأ لذلك أوضع الصح على النوع وليس على اليس نومبر ثو ثانيا الشتاء في روسيا أبرد أكثر برودة وين الوينتر؟ اللي هو الشتاء؟ هذا الشتاء الشتاء الخاص بروسيا أبرد من الشتاء الخاص بالعراق اللاحظة ندرجة الحرارة بالعراق 24 بينما في روسيا سالب عشرة يعني جدا باردة تحت الصفر وهو يقول لي الشتاء في روسيا أبرد نعم الشتاء في روسيا أكثر برودة من الشتاء في العراق بالعراق 24 تعتبر حارة بالنسبة لروسيا لذلك إجابة صح لو خطأ اللي إجابة كيد صح لذلك أوضع الصح على اليس نومبر ثري ثالثا summer in Iraq is hotter الصيف في العراق أكثر حرارة hot حار hotter أكثر حرارة وين الصيف؟ هذا الصيف سماء خاص بالعراق أكثر حرارة من الصيف الخاص بروسيا فنلاحظة النار 40 حارة جدا بينما في روسيا 25 معتدلة إذن في العراق الصيف أكثر حرارة إذا صح لو خطأ هو قال الصيف في العراق أكثر حرارة الإجابة كيد صح فأخلي الصح على اليس نومبر فور رابعا the population of Baghdad is bigger التأداد السكاني population هو التأداد السكاني التأداد السكاني الخاص ببغداد أكبر أكبر من التأداد السكاني الخاص بعاصمة روسيا نلاحظة أن بعاصمة العراق 7 مليون بينما في عاصمة روسيا 12 مليون إذن العراق أقل وليس أكبر بينما هنا يقول لي أكبر التأداد السكاني في بغداد اللي هي عاصمة العراق أكبر لذلك الإجابة صح لو خطأ الإجابة كيد خاطئ التأداد السكان الخاص بعاصمة روسيا أكبر من التأداد السكان الخاص بعاصمة العراق نومبر 5 خامسا in Iraq in summer it is 30 degree في العراق في الصيف درجة الحرارة 30 درجة مئوية صح لو خطأ نرجع هاي درجة حرارة الصيف في الصيف في العراق درجة الحرارة 40 درجة مئوية وننا نقول لي 30 إذن الإجابة صح لو خطأ الإجابة كيد خاطئ نومبر 6 سالسان in Russia في روسيا in winter في الشتاء it is minus 10 degree في روسيا في الشتاء درجة الحرارة سالب 10 مئوية نرجع هذا الشتاء الخاص بروسيا درجة الحرارة سالب 10 مئوية إذن الإجابة صح لو خطأ الإجابة كيد صح هذا ما يخص ملف المعلومات الخاص بالعراق وروسيا أملنا مقارنة بياناتهم وجوابنا على الأسئلة المتعلقة بيها طبقا لملف المعلومات كذلك هذا النشاط مهم من الممكن أن الأستاذ يسألني داخل الصف يطلب من التلميذ أن ينظر إلى ملف المعلومات ويحل الأسئلة المتعلقة بيه على شكل yes أما التمرين الآخر أكتب الأرقام بالترتيب منطيني مجموعة من الأرقام المبعثرة يطلب من أندي أن يرتبهم بالترتيب الترتيب التصاعدي يعني من أصغر رقم إلى أكبر رقم فهو منطيني كمثال هذه الأرقام المبعثرة أصغر رقم بيها 25 خلى أول شيء بعدها اللي أكبر منه شنوى؟ اللي أكبر منه 50 شنسميه 50 فأقول 50 بعد 100 100 بعد 300 300 أما النقطة الثانية كذلك أرقام مبعثرة أصغر رقم هو رقم 10 اللي هو 10 تكتب 10 بعد 70 70 بعد 95 95 بعد 400 400 أما النقطة الثالثة أصغر رقم هو 8 ثمانية بعد 17 17 بعد 35 35 بعد 1000 أو 1000 ألف أما النقطة الرابعة كذلك أصغر رقم هو 5 بعد 15 وبعد 60 وبعد 500 هذا مجرد نشاط يختبر قدرتي على قراءة الأرقام طبعاً داخل الصف أنا ما أقول 50 أقول 50 ما أقول 100 أقول 100 يريد يختبرني أنا أقدر أنطق هذه الكلمات افتهمتهم حفظت شون أنطق ضمن الكلمات إذا ما عرفت أنطقهم إذن ما أقدر أحل هذا التمرين لأن هذا التمرين يتم حل شفوياً بداخل الصف هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا بمقارنة بين العراق وإنجلترا من ناحية التقص من ناحية التعداد السكاني ومن ناحية حجم البلد كذلك أخذنا ملف معلومات على شرك المقارنة بين العراق وروسيا من ناحية الحجم والتقص والتعداد السكاني اعتمدنا بهذا الدرس اعتماد كله على الكلمات اللي أخذناها بالدرس السابق اللي هي Capital Information File Weather إلى آخره إذن ضرورة جداً أني أحفظي كلمات المتعلقة بكل بلد الخاصة بال Capital اللي معناها عاصمة Language اللغة Size of the country حجم البلد Information File ملف معلومات هذن كلمات بسيطة أحاول أحفظ معناها على الممكن أن أجاوب أي سؤال متعلق بـ الولدان ختامه شكراً لمتابعاتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو أضافة تحببون تقدموها تقدرون تتواصلون ويا على حسابات الموجودة المترجم الى شاشة